نور فخرتنا التالية سنحكي عن أشخاص هن فرحة العيد واللي بدخل الفرح لقلوب الصغار والكبار وأيضا كل مناسبة تزيين الكنيسة بالاستعراضات الموسيقية واليوم سنتحدث عن أنشطة الفرقة العامة للموسيقى كشاف الزيتون مع قائدها الشيف إبراهيم أبو حنة يسعد صباحك يسعد صباحكم وميلاد مجيد ميلاد مجيد علينا وعليكم وكل عام أنتم بخير ميلاد مجيد على سوريا الحبيبة ميلاد سوريا الجديدة يا رب بدنا كمان عن جديد نقول لك ميلاد مجيد وبالبداية خلينا نحكي عن الفرقة العامة للموسيقى كيف بتواكب المناسبات الدينية والوطنية أكيد نحن ضمن الكنيسة عنا نشاط الفرقة الكشفية وموجود بجميع الكنائس كل كنائسة إلى فرقتها الكشفية ابتدنا التحضيرات بمطلع فصل الشتة طبعاً نحن أكيد عنا استعدادات وتحضيرات سابقة للعيد لنقدر نحضر نجمع الأفكار ضمن القيادة والمسؤولين الموجودين بالكشف ابتدنا شوي شوي لنشوف شوفي عنا شي جديد مع نصر الجديد حبينا يكون عنا طابع مميز نقدر نعطي بسمة جديدة فرحة جديدة لأطفالنا لكنيستنا لشعبنا لنقدر نساند أو نساعد جيشنا العربي السوري يلي بفضل انتصاراته خلانا نقدر نرجع نعطي كل هالفرحة وكل هالبسمة لتعم بكل ساحات سوريا متل ما شفنا ما رأنا بداية نحنا بتحضيرات الزينة بالساحة الكنيسة برا ساحة الكاتدرائية بلشنا بزينة الشجرة بالأفكار بالمعطيات اللي عنا انو نعطي شي جديد روح جديد لحتى نخلق شي جديد لهالطفل بعد هالغيمة السودة اللي مرت وعبرت وقطعناها نشكر الله خير وسلام بلشنا على زينة الشجرة حبينا نعطي فكرة شجرة جديدة زينة جديدة على الهدايا تعرفوا أكيد الطفل اليوم بينطر عيد الميلاد ليحصل على هدية صغيرة من بفا نويل طبعا نحنا بهذا العيد حصرا حبينا نجمع من خلال تحضيراتنا كل الأفكار لأن نقدر نحصي أكبر عدد من الأطفال يلي كانوا هنين بحاجة خلال هالفترة السابقة ليعطوا شي معين من خلال اندماجهم مع الأطفال الموجودين عنا نقدر نجتمع كلياتنا تحت إطار الكنيسة ونعمل حفلة صغيرة بوجود بابا نويل لنزرع له هالفرحة وهالبسمة ونقدم له هالكادول بسيط يعني التحضير لعيد الميلاد له نكهة خاصة ومميزة لاستقبال طفل المغارة يلي عب يكون ميلاد للمحبة والسلام بقلوبنا شو عملتوا وكيف حضرتوا لهالمناسبة؟ أكيد بلشنا عمل ضلينا تقريبا شهرين ونص خلال هالشهرين ونص طبعا منقسم نحن لجان كل لجنة مسؤولة عن تحضير معين إن كانت الزينة مثل ما شفتوا كان عنا طبعا بازار كان في عنا كمان لجنة لتحضير إذا مثل ما لاحظنا كمان فيه كان عنا كرنفال ضخم وكتير كبير بدنا فيه كان نهار الجمعة أكل معنا وقت كمان تحضيره كتير كان له وقت كبير لأنه المسافة معنا قصيرة كانت صحيح كانت الفكرة أنه نطلع نحن من هون لساحة بابتومة إنه لأ إذا كان عنا الإمكانية والقدرة إنه نقدر نكفي لنخلي كل العالم تعيش الفرح الميلادي تعيشه وتشعر فيه بعد ما مرأنا بهالأزمة قلنا خلص شو رأيكون يا شايفي قال شايف نطلع لقينا الاستعدادات موجودة الاندفاع حلو العزيمة كانت كتير قوية نشكر الله مشينا طلعنا مثل ما شفتوا أنتو الولاد الصغار لبسنا نحن تقريبا ستين طفل بابا نويل وطبعا شفتوا معنا في كان حمالات كشفية موجودة اللي هي صورة ميلاد السيد المسيح والمغارة وفي معنا البابا نويلات لأطفال كانوا على مجسم السيارة طبعا أن الطفل ما بقدر يمشي حبينا نلبسوا هالنويل الصغير ويدقها الجرس بهالطريق ومن خلال هالمسيرة قدرنا نجيب لو شي رمزي لهو كيس هالبمبون والشوكولات يقدر الطفل يعطيه لأخوه الطفل نحنا نشعر برمزية المعنى ولكن ليس بقيمة الهدية لحتى يشعر بساعدة أن الأخ عم بيساعد أخوه عم بيقول له كل سنة وأنت سانم بهالعيد بهالميلاد المجيد اللي نحنا عم نمرق فيه أكيد رح نتابع حديثنا معك شيف بس خلينها لننتقل للمادة التالية لنشوف لمحة عن أجواء ونشاطاتكم خلال فترة الميلاد دعونا نتابع يا عيد الميلاد إن شاء الله برقب اسمك في محيها الحزن اللي زاد والحزن اللي زاد الحزن اللي زاد الحزن اللي زاد الحزن اللي زاد الحزن اللي زاد المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بالحياة العملية لما الشخص يقدم على عمل وينجح فيه يصير عنده الحافز ليأتي بعمل أكبر ليحقق النتيجة لهو الضيوص الله كيف عم نحكي عن إمكانيات الفرقة الكشفية لما يكون عنده هذا الاستعداد وينجح عن النشاط وصير عنده الحافز للسنة القادمة أنه شايف بدنا نعمل كذا بدنا نقاطي بشيء أكبر بشيء أفضل نطور النشاط لحتى نعطي أكثر وأكثر تحت سقف الكنيسة هذا الشيء بيولد حافز عند كل قائد حتى أنا شخصيا هذا الشيء موجود عندنا أنه بكل إمكانياتنا قد ما فينا سنة عن سنة يكون عندنا شيء جديد شيء أقوى وشيء أفضل شايف إبراهيم شفنا هالسنة الفرحة بالفعل كانت غير بفضل الانتصارات والسلام والأماني اللي تحقق ببلدنا شفنا الزينة اللي هالسنة مختلفة والأضواء بالشوارع قديش عم يكون في تنافسه اليوم بتقديم العروض والأشياء الحلوة ككشاف عم يكون في تنافس بينكم وبين الفرق الكشفية الأخرى وهل عم يكون في تشاركية بالعمل حتى يتقدم شيء جميل صحيح هذا الموضوع أخذ طابع كتير كبير هاي السنة كونوك كل الفرق الكشفية صار عندها أريحية بالنشاطات إن كان بالزينة إن كان بالعمل مثل ما تفضلتوا بفضل انتصارات جيشنا العربي السوري اللي حقق لنا الأمان والسلام لنقدر نحنا نشتغل على الأرض لنقدر نعطي هالبهجة يعني هو نحنا عم نعطي جزء بسيط عم نقدم له هالفرحة الصغيرة ولكن هو يعطينا شيء نحنا جيشنا صعب نقدر نوفيها قد ما كان التمن كبير صعب إنه نقدر نعطيها صار الحافز كتير كبير بين الفرق الكشفية نحنا اليوم بدنا نعمل شجرة الفرق الكشفية الأخرى بدنا نعمل شجرة أكبر من الشجرة اللي بيكنيسة مثلا الفرق كشف الزيتون أو فرق المريمية أو السريان أو الفرق كل الكنيس ما بدنا نسمي كتير مشاب ما حدا يزعل مننا بده يصير فيه حافز تشجيع الأكتر بده يثبت جدارته وإمكانيته إنه نحنا عنا شيء الأفضل عنا شيء المميز عنا المنافسة الأقوى اللي طرقنا قبل شوي عليها هذا الشيء بيصير بيعمل حافز عند الشباب والصبايا ليقدر يطلع الطاقات ليطلع الإمكانية الأكبر لحتى يثبتوا الجدارات أكيد فيه كان موضوع انطرحت فكرة التشاركية بعدة مواضيع إن شاء الله السنة الجاي رح يكون عندنا شيء كتير كبير لأكتر من فرقة كشفية موجودة بالشام رح يكون عندنا عمل ضخم أكيد رح نحضر له نخبركم إن شاء الله عليه هذا الشيء رح يبلش دراسته بمطلع العام القادم لأنه يمكن كل فرقة إلى تمييزه الخاص بالمناسبات وبالعروض والعرض اللي بيقدمه الكشف صحيح مثلا الفرق يعني كل فرقة كشفية بتتحدث عن إمكانياتها الموجودة في فرق بتتميز بموسيقيا قدرتها الموسيقية عندها كتير عالية فرق كشفية بتتميز بأعمال الرياضة الكشفية فرق كشفية يعني كل فرقة إلى طابع شي نحن اجتمعنا خلينا نكون هل تكتل هذا الموجود طبعا هذا ما بيعني أنه الفرق ما عندها كل الأمكانيات ولكن طبعا كل فرقة إلى طابع المميز بتحاول هي الفرق أنه تغطي كل هذا الطابع الموجود لتحقق النجاح الأكبر وتضغى على كل الفرق الكشفية الأخرى نحن من خلال هذا الإطار مع قادة الفرق الكشفية رح يكون عنا إن شاء الله العام القادم عمل كثير كبير وضخم طيب شيف خلينا نحكي كيف فينا نقول أنه الكشف بنمي حس المسؤولية والانتماء عند الشبيبة اللي بتكون عن جد حاضرة بجميع المناسبات هنا من موقع المسؤولية الشخص لما يكون بموقع الشيف بتختلف معه الشخصية الأسلوب التعامل حتى بين رفقاته إذا نحن نطلع أغلب القادة اليوم ما في فرق بالعمر بين الفرع والقائد هون بيصير عنده الحافز هو لحتى يثبت شخصيته جدارته مدى أسلوبه كقائد وبين هالأعضاء الموجودين معه هل قادر على الاندماج مع هالفرق أم غير قادر يكون في اندماج مع هالفرع الموجود عنده هو اليوم بنهاية عام 2018 شو أهم الأنشطة التي قمت فيها خلال هذا العام شف إبراهيم نحن أكيد كنتوا معنا منتشكر حضوركم معنا بعيد الفصح كان عنا عمل كبير كان لسه نهاية الأزمة عنا حاربنا هذا الموضوع كان عنا عزف موسيقى كبير بإضاءة الكنيسة والستيج والعزف الموسيقى الكبير كان عنا البازار الميلادي اللي حضرتكم كنتم موجودين فيه كمان الكارنفال وسهرة الميلاد كان عنا تقريبا فعليات كبيرة ونشكر حق الله حققنا نجاحات كبيرة وإن شاء الله لقدام رح يكون عنا كتير شيء كبير ومميز والأهم كان أن العالم كانت بالفعل فرحانة ودخلت ونفرح لأقلوبهم يعني أكيد لو ما الشعب عم نشوفه لما الشعب موجود معنا وحدنا ليعطينا الروح المعنوية والإندفاع الأكبر ما كنا أمنا بكل هاي الأنشطة هل تشوفوا يمكن هالحضور الكبير عم يكون خلال أنشتكم وفعالياتكم شو شو بتحسو يعني عن جد يعني مثل ما نشوف على صفحات التواصل الاجتماعي دائما أي عمل منقوم فيه مننزل أعلان صغير بسيط منشوف العالم ناطرة يلا إنت بلش إنت تكون تنزلوا شوف عندكم شو جديد يعني عم تابعنا لحظة بلحظة لتشوف أنه هالنشاط الكشفي شو عم بيحضر يعني هذا اندفاع كبير وعن يكون في تشاركية مع بعض إن كان بينتمي للكشاف ولا لا عم يكون متواجدين خلال المنسبات مختلف الجوانب والمجالات هذا كله بيكمل بعضه يعني بيكمل بعضه لحتى نحقق النتيجة التي نحن من خلال هدف ونشاط الفرقة الكشفية التي نحن نحكي عنها حكايت أنه هناك نشاطات قادمة كثير مميزة دعنا نحكي ما هي النشاطات القادمة وماذا فعليا عندما تشعر حققت هدفك على أرض الواقع يصبح هدفك أكبر في لسنوات القادمة صحيح هلأ العمل رح يكون عنا كثير كبير ما رح نفسح عنه هلأ شوي بس رح يكون عنا نهار إن شاء الله الجمعة العظيمة ضلينا بخير رح يكون عنا عمل كثير كبير وضخم عنا بالبطرق فينا نقول عمل مسرحي مسيرة درب صليب يعني عنا تحضيرات كبيرة رح يكون بهذا نحكي عن عمل مسرحي ضخم إذا الله قدرنا رح يكون عنا عمل مسرحي ضخم إن شاء الله نقدر نقوم بهذا الموضوع بس إن شاء الله رح يصير أكيد نحيا ناطرين كل شي متميز عم تقدموا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا كثير لألك شيف إبراهيم تحيتنا لكل أعضاء الفرقة الكشفية نعسي نرجع منجدد لجيشنا العربي السوري اللي هو أساس كل شي ولقيادتنا ولرئيسنا الدكتور بشار حافظ الأسد اللي خلانا نقدر نقوم بكل هالفرحة وهالبهجة اللي عم نقدر نحنا من خلال دورنا كمسؤولين نقدر نعطيها لكل طفل وكل شخص موجود من شعبنا العربي السوري أكيد شيف نتشكرك على وجودك معنا أتمنى لكم التوفيق أكيد بنشاطاتكم القادمة والكبيرة اللي عم تحضرونها إن شاء الله بوجودكم معنا لتقدروا تغطونا ولحتى كل العالم من خلال قناتكم الإخبارية السورية لحتى تشوف كل بصمة نحنا عم نعمل فيها شي جديد وشي مميز شكرا كتير